ناقض ثمود بعد عاد ورثت ثمود عاداً كما ورثت عاد أمة نوح وكانت ثمود على أثار عاد كما كانت عاد على أثار أمة نوح وكانت أرض ثمود على أثار الأرض كما كانت عاد على أثار أمة نوح وكانت أرض ثمود أيضاً أرضاً جميلة خضراء فيها بساتين وعيون وجنات تجري من تحتها الأنغر وكانت ثمود كعاد في العمارة والزراعة وفي كثرة البساتين وفقوهم في العقل والصناعة فكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً واسعة جميلة وينقشون في الحجارة نقوشاً بديعة وقد لان لهم الحجر بعقلهم وصناعتهم فيصنعون به ما يصنع الإنسان بالشمع وإذا دخل الإنسان مدينتهم رأى عجباً رأى قصوراً عظيمة كالجبال كأنما بناها الجن ورأى أزهاراً جميلة في الجدران كأنما أنبتها الربيع وقد فتح الله على ثمود بركات من السماء والأرض وقد فتح الله على ثمود بركات من السماء والأرض وقد فتح الله على ثمود أبواب كل شيء جادت لهم السماء بالأمطار وجادت لهم الأرض بالنبات والأزهار والجادة لهم البساتين بالفواكه والأثمار وبارك الله لهم في الرزق والأعمار كفران ثمود ولكن كل ذلك لم يحمل ثمود على الشكر وعبادة الله تعالى بل حملهم على ذلك على الكفر والطغيان ونسعوا الله وفرحوا بما أوتوا وقالوا من أشد منا قوة وظنوا أنهم لا يموتون ولا يخرجون من قصورهم وجناتهم أبدا وظنوا أن الموت لا يدخل في هذه الجبال ولا يجد إليهم سبيلا لعلهم كانوا يظنون أن أمة نوح إنما غرقت لأنها كانت في الوادي وأن عادا إنما هلكوا لأنهم كانوا في السهل وأنهم من الخوف والموت بمكان آمن عبادة الأصنام ولم يقفهم هذا بل نحتوا الحجارة وعبادوا الأصنام وصاروا يعبدون الحجارة كما كانت أمة نوح تعبدها وكذلك عاد إن الله قد جعلهم ملوك الحجارة ولكنهم من جهلهم صاروا عباد الحجارة إن الله كرمهم وعزقهم من الطيبات ولكنهم أهانوا أنفسهم وأهانوا الإنسان إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون عجبا إن الحجارة الذي ينحتونه بأيديهم فلا يأبى ولا يعصيهم قد خضعوا له ووقعوا ساجدين أيعبد القوي الضعيف أيسجد السيد لعباده ولكنهم نسوا الله فنسوا أنفسهم وأبوا أن يعبدوا الله فأذلهم الله صالح عليه الصلاة والسلام وأراد الله أن يرسل إليهم رسولا كما أرسل إلى أمة نوح وأرسل إلى عادر رسولا إن الله لا يرضى لعباده الكفر إن الله لا يحب الفسادة في الأرض وكان فيهم رجل اسمه صالح ولد في بيت شريف ونشأ على عقل والصلاح وكان ولدا نجيبا جدا وكان ولدا رشيدا يشير إليه الناس ويقولون هذا صالح هذا صالح وكان الناس فيه رجاء كبير يقولون سيكون له شأن سيكون له شأن يرى الناس أن صالحا يكون من أشرافهم ويكون من أغنيائهم ويرون أنه سيكون له قصر جميل وبستار كبير ويرى أبوه أن ابنه يكسب بعقله مال عظيما ويخرج في الناس يخرج على فرس ووراء الخدم فيسلم عليه الناس ويقولون هذا ابن فلان هذا ابن فلان وكم يقول سروره إذا سبع الناس يقولون إنه سعيد جدا إن ابنه غني جدا ولكن الله أراد غير ذلك إن الله أراد أن يشرفه بالنبوة ويرسل إلى قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور وهل فوق ذلك شرف وهل فوق ذلك كرامة دعوة صالح وقام صالح في قومه يقول بأعلى صوته يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وكهن الأغنياء في الشغل من الأكل والشرب وكانوا في الله واللعب وكانوا يعبدون الأصنام ولا يرون إلها غيرها فما أعجبتهم دعوة صالح غضب أغنياء ثمود قالوا من هذا قال الخدام هذا صالح وقالوا ماذا يقول قالوا يقول اعبد الله ما لكم من إله غيره يقول إن الله يبعذ كم بعد موتكم ويجزيكم ويقول أنا رسول الله أرسلني إلى قومي ضحق كالأغنياء وقالوا مسكين هل يكون هذا رسولا ما عنده قصر ولا بستان وما له زرع ولا نخيل فكيف يكون هذا رسولا دعاية الأغنياء ورأى الأغنياء أن بعض الناس يميلون إلى صالح فخافوا على رياستهم وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خاصلون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أإنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قد أخطأ ظننا وكذر الناس بصالح ولم يؤمنوا به ولما عظهم صالح ومنعهم من عبادة الأصنام قالوا قالوا يا صالح كنت ولدا نجيبا جدا وكنت ولدا رشيدا جدا وكنا نظن أنك ستكون من كبار الناس وأشرافهم وكنا نظن أنك ستكون مثل فلان وفلان فلم تكن شيئا والذين كانوا في سنك وكانوا دونك في العقل أصبحوا رجالا كبارا وأنت يا صالح أخذت سبيل الفقر قد أخطأ ظننا فيك قد خاب رجاءنا فيك مسكين أبوك ما نال خيرا منك مسكينة أمك لقد ضاعت عبوها فيك سمع صالح كل هذا وتأسف على قومه وإذا مر صالح بقومه قالوا رحم الله أبا صالح لقد ضاع ابنه نصيحة صالح ولم ولم يزل صالح ينصح لقومه ويدعوهم إلى الله بحكمة ورزق يقول يا إخواني يا إخواني أتظنون أنكم هنا إلى الأبد أتظنون أنكم تسكنون في هذه القصور دائما أتظنون أنكم لا تزالون في هذه البسات والأنهار وأنكم لا تزالون تأكلون من هذه الزروع والأشجار وأنكم لا تزالون تنعثون من الجبال بيوتا أبدا 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 إن ذلك لا يكون إن ذلك لا يكون فلماذا مات أبوكم يا إخواني كانت لهم قسور وكانت لهم كذلك بساتين وعيون وكانت لهم زروع ونخيل وكانوا ينعثون من الجبال بيوتا يسكنون فيها ولكن كل ذلك لم ينفعهم ولكن كل ذلك لم يمنعهم ووصل إليهم ملك الموت ووجد إليهم سبيلا كذلك تموتون أنتم أيضا ويبعثكم الله ويسألكم عن هذا النعيم ما أسألكم عليه من أجر يا إخواني لماذا تفرون مني ماذا تخافون أنا لا ألقص من مالكم شيئا أنا لا أطلب منكم شيئا أنا أنصح لكم وأبلغكم رسالات ربي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يا إخواني لماذا لا تطيعون ني وأنا لكم ناصح أمين ولماذا تطيعون الذي يظلم الذي يخواني يخواني لماذا لا تطيعون ني وأنا لكم ناصح أمين ولماذا تطيعون 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 الذين يظلمون الناس ويأكلون أموالهم والذين يفجرون ويفسدون في الأرض ولا يصلحون وعجاز القوم ولم يجدوا على ذلك جوابا فقالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين ناقة الله قال صالح وأي آية تريدون قالوا إن كنت صادقا فأخرج لنا من هذا الجبل ناقة حاملا فكأن الناس يعلمون أن الناقة لا تلدها إلى الناقة وأنا الناقة لا تنبت من الأرض ولا تن تيج من الحجر وكان وكان كما طلب الناس خرجت من الجبل ناقة حامل وولدت وتحير الناس وتهشوا ولكن ولكن يؤمنوا منهم إلا وحي نبوه قال الصالح هذه ناقة الله وهذه آية الله سألتم سألتم فخلق ها بقدرته فاحترموا هذه الناقة ولا تمسوها بسوء فيأخذكم هذا قريب وإن هذه الناقة تأكل في أرض لا وتشرب وتأتي وتذهب وليس عليكم علفها ومؤوها ومؤوها فالعلف كثير والماء كثير وكانت هذه الناقة كبيرة جدا وغريبة في الخلق فكانت ماشي شيت وم تخاف أفها وتنفر منها وكانت كلما جاءت تشرب نفرت الماشية وفرت ورأى صالح ذلك قال للناقة يوم ولما شي تكم يوم فيوما تشرب هذه الناقة يوما تشرب ما شي تكم وكذلك وكذلك كان فإذا كانت النبوة ناقة فهبت وشربت شربت وإذا كانت نبوة ماشية القوم ذهبت فشا خربت ضغيان ثمود ولكن استكبر القوم وطغوا وقالوا لماذا لا تشرب ما شي تنا كل يوم والضجير الناس هذه النقة التي تنفر منها ما شي يدهم وكان الصالح قد حذرهم أن يهين هذه الناقة لكنهم لم يحذروا وقالوا من يقتل هذه الناقة قام رجل قال أنا قام الآخر وقال أنا ذهب الشقيان وجلس ينتظران خروج الناقة حتى إذا خرجت الناقة رماها الأول بسهم وانحرها الثاني فقتلها العذاب ولما علم الصالح أن الناقة قد نحيرت تأسف وحزين جدا قالا للناس تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعدوا غير مكتوب وكان في المدينة تسعة رجل رجل يفسدون في الأرض ولا يصلحون فحلفوا قالوا نقتل صالحا أهله في الليل وإذا سئلنا نقول ما عندنا علم ولكن نالله حفظ صالحا وأهله ولما كان يوم الثالث جاءهم لذاب أصبح عادتهم فإذا بصيحة مع الزل زال شديد صيحة تفطرت منها القلوب والزل زال ته هدمت منه البيوت وكان يوما على ثمود شديدا ومات الناس كلهم وخربت المدينة وهاجر صالح المؤمنون والمؤمنون من تلك المدينة الشقية وما يصنعون فيها وخرج صالح وهو ينظر إلى قومه وهم أموات فقال بصوت حزين يا قومي لقد أبلغتم رسالات ربي وأنصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولا يرى الإنسر يوما هناك إلا قصورا خائية وبئرا معطلة ولا يرى إلا كرة موحشة ليس فيها عادا ولا مجيب لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود في طريقه يشام قال لأصحابه لا تدخل مساكنة الذي ظلموا أنفسهم إلى أن تكونوا باكين حذرا من أن يصيبكم مثل ما أصابكم ألا إن ثمود كفروا رقيهم ألا بعدا لثمود السلام عليكم موسيقى